السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله اليوم لدينا كلام النافع وينبغي التأمل به نذكره مع الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعيد في كتابة السير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان في قوله سبحانه وتعالى وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فيقول يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها فقال وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهَدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تَنَالُوهُ بِالنَّقْضِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ وإن ما عند الله من التواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله هو خير لكم من حطام الدنيا الزائرة إن كنتم تعلمون فآثروا ما يبقى على ما يفنى فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول فليس بعاقل من آثر الفان الخسيس على الباقي النفيس وهذا كقوله تعالى بل تؤثيرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقوله وما عند الله خير للأبرار وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا خصوصا الزهد المتعين وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله فإن هذا الزهد واجب ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد للذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إثار أعلى الأمرين وليس الزهد الممدوح ولينقطاعه للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر والأحوية بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيا حتى يقوم بما يقدر عليه من الوامر الشرعية الظاهرة والباطنة ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا والرغبة في السعي في كل ما ينفع ولا نجزي أن الذين صبروا على ضاعة الله وعن مصيته وفضموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم أجرهم يعني نجزي أن صدروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن أعمله يقول لهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الإيمان شرط في صحة العمال الصالحة وقبولها بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان والإيمان مقتضي لها فإن التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحينه حياة طيبة وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من هئذ لا يحتسب ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيوتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم والدينا ومن نحب من هذا القبيل والله أعلم